إذن كانت الفرحة كبيرة في ملعب نيسون مونديلة ببراقي بعد تسليم درع البطولة واللقب الثامن في تاريخ مولودية الجزائر وتسبق هذه المباراة نهائي كأس الجمهورية الذي سيجمع فريق شباب بالوزداد بمولودية الجزائر مباراة الدربي خاصة بعد هذا التتويج الخاص بنسبة لمولودية الجزائر وشباب بالوزداد الذي نال المرتبة الثانية سيفري الله فينا الله ستكون صعيبة أردوان سوليدو كوتي ستين دربي ستين فينال سيكون ضغط كبير من اليدوز يكيب منظن أن الكأس بإذن الله يأخذها شباب بالوزداد أكدب شعلي كان أشوف مولودية الجزائر مبروك عليهم مبروك عليهم البطولة بجاء البطولة lange الجنب الفني الجانب الفني أحسن من موديات الجزائر يعني لو لبعض المشاكل اللي صاروا في الفاريخ شباب بلوزداد في بداية الموسم تاع المدرب وغادروا ما كانش راح ياخد البطولة من دي الجزائر أنا تعليقي على هذا الموسم أنا قلت لهم شباب بلوزداد هو اللي يعطى البطولة للموديات الجزائر لم يعرف تسير عبما بعض المباراة اللي كانت مهمة تسير وكتلك ما هذا اللي صارت في بداية الموسم تعتغير المدرب البرجيكي هذا وصاروا بعض المقابلات بيدون مدرب بعد جا باكيطة يعني هذا كل وقت هذا كل وقت اللي كان شباب بلوزداد يحوس على نفسه موديل جزائر يخذ الأسباقية كان يفوز بالمبارايات يخذ الفارق 11.10 نقاط لو كان الفارق في مرحلة العودة لو كان الفارق 4-5 نقاط كان يخذها شباب بلوزداد صع ما عليش ندول كأسا إن شاء الله لو عندك الأهلا